اشتركوا في القناة حبيت نجاوب بعض الاشخاص اللي وجهولي سوى نصايح سوى نقد كما حبيت نوضح بعض النقط اللي نشوفها انا مهمة باش ما يوقعش سؤفها المسألة الاولى كثير منهم اتصل بي وقال لي كانت ركزنا على الفيديوهات هذه وما تضيعش وقتك بالفيديوهات حول ما يسمى لقاءات خاصة او ما يسمى الفيديوهات المباشرة حول الجنس لانها بالنسبة لهم حكاية فارغة يمكن بالنسبة لكم حكاية فارغة ولكن بالنسبة الاخرين هي حكاية مهمة اذا انا ما نحبش القناة تكون عندها اتجاه واحد انا نحاول باش نجبد المواضيع اللي تم اقتراحهم ونشوفهم مهمين انهم يضطرحوا في هذه القناة طبعا مسألة الجنس كل يوم جمعة في المباشر كما انه فم لقاءات خاصة مع بعض الاشخاص اللي يحبوا يعبروا او اللي عندهم فلسفة وفكر وثقافة نحكي معاهم في الامور هذه ونحاول باش نوصل الفكرة امتاحهم او هم كيفاش يشوفوا الامور وهذا الكل يساعدنا على التفكير هذه نقطة اولى النقطة الثانية ياسر منهم يقولولي يزي معتش تحكي على الغنوصية وتاريح المعتقدات ومهمنش فيهم المعتقدات وركزنها على الاسلام انا نجاوبهم قلت لهم يعني عشرين الف مرة راني انا ننقد في الاسلام سبعت عشرين سنة اذا اطلع لي في راسي هذه حاجة ورغم ذلك عندي في القناة متاعي معمتها تقريبا عشرات الفيديوهات اللي ينقدوا الاسلام متسلسل بالتاريخ من محمد والاحكام الاسلامية هذه نقطة والمسألة الثانية ان في الفيديوهات هذه انا باش نتكلم على الاسلام ولكن باش نطرحه بوجهة نظر محايدة جدا واكثر شيء علمية هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة بالنسبة للاسلام وتجي فرصة اني باش نحكي على موضوع يخص جانب من الجوانب الاسلام ونقده انا سوف لا اتردد في ذلك ولكن جعل القناة تحكي كان على الاسلام انا نشوف هذا مهوش مهم بالنسبة لي انا على خطران نحب نتقدم انا حبيت الاشخاص اللي خرجوا من الاسلام ما يقعدوش داخل قوقعة الاسلام ونقد الاسلام نحبهم يتحروا يطفيوه الاسلام ما عادش يغزرولو ويغزروا الافكار الانسانية والحضارية والافكار الجديدة اللي موجودة في العالم ويناقشوها لازم نخلقه نوع من البديل للفكر الاسلامي اللي يقضع علينا ومرضنا نفسيا ومعنويا هادش حبيت انقول يعني في النقطة المهمة النقطة الاخيرة ان بعضهم في القصة متاع ادم على حسب وجهة نظر الغنوسيين متاع شمال افريقيا قالوا لي معنتها انها فيها نظرة عنصرية وانها ما حقنيش قلت لكلامها ذاك يا اخواتي يا احبابي يا صحابي يلي تسمعوا فيا راني انا مانيش نعطي في رايي انا نحاول باش ننقرلكم كل ما قيل على حسب التجارب اللي مريت بهم انا يعني هي وجهة نظري ولكن حياديا انا وقتها حكيت لكم القصة مش يعني اني اتفق معها وهي عبارة على اسطورة يعني عليش تاخذوا فيها بالحرف على اساس انها حقيقة ورغم ذلك انا محكيتهاش بالتفاصيل مش نعاود نرجع لها مرة اخرى بالتفاصيل لماذا معنتها القصة موجودة بالطريقة هذيك ونحاولوا نحلوها وانتم ابيتكم حاولوا افهموها اذا انا وقتها نقول فكرة مش بالضرورة اني اؤمن بتلك الفكرة انا انسان معنت اؤمن بالانسان قبل كل شيء فهمت اهم حاجة هي الانسان بالنسبة ليه اما خصوصية الشعوب والمناطق هي حق وتنوع فهمت وغناء انساني لا اكثر ولا اقل انا لا اريده ان يفنى في نفس الوقت ليس على حساب الانسانية في الفيديو هابي بش نحكي على الفرق من بين الغنوصية متاع الشرق والغنوصية متاع الغرب قبل ما نحكي حول ما يسمى بالديانة الفيدية اللي هي الان ديانة احنا نعرف وقلنا ان الديانة الفيدية قبل ان تتحول الى ديانة كانت غنوصية ثم مع الوقت ومع الكتابة ومع الرهبان اللي كتبوا الكتب المقدسة متاعهم وكل شيء ظهرت الفيدية وظهرت منها الهندوكية وظهرت منها كل الديانات او الفلسفات الروحية والديانات الابراهيمية او ما يسمى بالسماوية هنا في هذه الفيديو حبيت نحكي على الغنوصية بطريقة مجرد يعني جانب معين لازمكم تفهموه في الغنوصية اول حاجة حبيت نقوله ان الغنوصية تعتمد على حاجة مهمة جدا هي ما يسمى السفر لطلب المعرفة ليس سفر السياق وانما سفر التأمل وهذا ما قوه في كل الاديان اللي موجودة الان في العالم ديما يتكلموا على الهجرة وعلى السفر وعلى البحث عن الحقيقة وما يسمى بطلب العلم حتى مثلا في القرآن اللي اعتبره معناه الجزء كبير منه هو كتاب غنوصي يقول سيروا في الارض سيروا في الارض كم مرة ذكرت سيروا في الارض السير في الارض والثيقات العلم معناه الشفاهيا يعطي قدرة كبيرة في المعرفة وهذا يعني موضوعه بوحده يعني طريقة ما يسمى بالمعرفة معناه هذا موضوع كبير خطر طول نحن نعرفه اللي يتسمى مثقف او يتسمى عارف هو اللي عنده الشهاي هذا النظام هو نظام غربي يعني فرض قواعد وفرضه على العالم اللي ما عندوش شهادة في مجال معين يعني نعرفه مستواء الانسان بالشهايد متاعه ولكن هذا لا يمنع فهمت لا يمنع ان هناك اشخاص عصاميين هناك اشخاص كونوا نفسهم بنفسهم ما غير حتى شهادة ومنهم انا انا ما عنديش شهايد وما عنديش لا دكتوراه وما عنديش لا وما عنديش استاذ مستواء عادي ولكن سافرت العشرات من الدول وليس سفر سياحة وانما ابحث على المعلومة وابحث على الاشخاص اللي عندهم علم في مجال المعتقد خاصة خطر انا التخصص متاعي صحية يعني مهتم كثير بالتاريخ الذي اعتبر التاريخ هو اهم علم موجود لان التاريخ في الحقيقة يعيد نفسه ولكن في نفس الوقت انا اختصاص متاعي هو المعتقدات يعني كنت اي معتقد ندخل فيه يعني ندخل في القالب متاعه ونصبح مؤمن ايمان مطلق باللي يؤمن به يعني اي انسان اي انسان مغير نفاق مغير حد شي ينجم يندمج في اي معتقد ويعيشه متداخل انا هذا اش اعمل يعني اذا سافرت في عدة دول في افريقيا في الشرق الاوسط في اقصى اسيا في اوروبا وكنت نسافر ونجمع في المعلومات اي واحد يقولولي عالم عارف صوفي غنوسي نمشيله ونحاول بيش نتعلم منه وانا قاعد ننقل لكم في المعرفة هذه حتى الغرب لو تشوفوا الغرب قبل ما تكون الحضارة ما يسمى المدنية الغربية يعني كانوا الرحالة يسافروا من بلاسة لبلاسة اكتشفوا امريكيا مشوا الاستراليا مشوا الافريقيا وهذاك جمعوا ما يسمى العلوم الانسانية ليهود لماذا اليهود مثلا تلقى عندهم خاصية لانهم شعب ديمة مهاجر من بلاسة لبلاسة اذا هذي ما يتسمى بالحركة او السفر السفر العالم هذا يقوم على الحركة اللي يقعد في داره ويسكر على روحه ويعمل روحه روتين معين ما يتعلمش لازمك تسافر ومش تسافر كان بالطيارة تسافر على سقيق تمشي للغبات تمشي تقابل الناس تمشي تحكي مع الناس تمشي حتى تحكي مع الفقراء والكلوشارات نجم تاخذ منهم معلومة جدا مهمة اذا هذي اللي حبيت مع انتها نقولها انها السفر جدا مهم لتعلم المعرفة وخلال الاصفار متاعي شنو ألاحظت لحظت ان الفكر الغنوسي متركز في اثنين مناطق نجم نقوله مناطق كبيرة هي اسيا وافريقيا عندما نقول افريقيا يدخل معها شوية اسبانيا ويطاليا جنوب اوروبا يعني المركز هذا هو مركز الغنوسية يعني شمال افريقيا ما يسمى بالبحر الابيض متوسط ومنطقة الهند الى جهة ايران وجهة شوية الصين فالمنطقة هذه هي منطقة الغنوسية اما كنحبوا ركز دول نسميوهم باسمهم النجم نقوله انها الغنوسية متركزة متركزة في الهند وفي المغرب وجنوب اسبانيا ونلاحظ ان الحضارة او المدنية الغربية الان من فين انطلقت انطلقت من اسبانيا كل اللي موجود توا في اوروبا وامريكيا جاء من اسبانيا هذا من جهة قتلنا الاشخاص اللي قابلتهم اعت اهم من الاشخاص اللي قابلتهم هي في هذه المناطق وهنا لحظت حاجة مهمة ان هناك فرق كبير في الغنوسية اللي انا نسميها الغنوسية الشرقية والغنوسية الغربية شنو الفرق؟ في الحقيقة هو الفرق ماهوش جوهري اتم معنى الكلمة ولكن هو نظرة تختلف النجم نقوله اللي الغنوسية الافريقية هي غنوسية اكثر منها مادية يعني مرتبطة بالمادة ومنها جاءت ما يسمى بالفلسفة المادية وجاءت فكرة التوتام وما يسمى اللجو او الشعار وما يسمى عبادة الاجداد يعني الاديان اللي مرتبطة بما يسمى بالصوفية وبالعبادة الاجداد وبالتوتام لكلها جاية من الغنوسية الافريقية راهوا اليونان اليوم فلاسفة ومعروفين يعني كل شي كانوا يمشيوا يتعلموا من الصحراء الليبية ومن عند الطوارق الفلسفة لو ترجعوا للتاريخ تلقاوا انها كثير جدا فمتحطة فما قصة يعني تحكى وقعت مجاعة او شي في اليونان ان الحكمان بتاعهم طلبوا بشي تنقلوا يعيشوا في ليبيا وهناك فلاسفة اندمجوا مع الامازيغ وتعلموا منهم وهناك فلاسفة اخرين جاءوا من اليونان وتعلموا عليديهم كما ان الحضارة الفرعونية اللي هي قبل الفلسفة اليونانية معروفة بحضارة مادية اوجدت اشياء موجودة الى يومنا هذا اذا شمال افريقيا هي خلاصة ما يسمى الغنوصية المادية اللي من بعد انتقلت الى اوروبا وهذا نقوله في اطار الحديث متاعنا حول افريقيا للعلم واوعي ما عندي حتى ما عندها ميول نحو منطقة اكثر من منطقة بالنسبة لي كل منطقة كل منطقة في الكرة الارضية هي مهمة وهي شاركة ولكن صحيح وقع ما يسمى التركيز المعرفة والعلم في مناطق معينة لان كانت الموقع الجغرافي متاعها مناسب للتجمع المعركي اذا عندما نقول هذه المسألة ما نيش مع انت التحيز لشمال افريقيا او لغيره لا اذا من هنا هذه الغنوصية ما يسمى نسميها الغنوصية المادية اما الغنوصية الشرقية فهي اكثر غنوصية روحية جات منها ما يسمى بالفلسفة الروحية والديانات الروحية والديانات السماوية والديانات الإبراهيمية شوف الفرق زوز يختلفوا كليا كل واحدة ابنات قاعدة معينة نحب نشوفوا مثلا بعض المصطلحات من بين الغنوصية ما يسمى الشرقية والغنوصية الغربية مثلا مسألة الوعي الوعي حتى حد ما ينكر الوعي احنا كبشر عنا وعي كيفاش يفسر الغنوصي الغربي الوعي وكيفاش يفسر الغنوصي الشرقي الوعي يمكن واحد منهم يكون صحية يمكن يكون زوزحة ويمكن يكون حتى واحد منهم صحية هذه معنات احتمالات كلها موجودة فمتها هي الغنوصية تعتمد على الاحتمالات والتأمل الغنوصي الشرقي يقول ان الوعي مستقل عن المادة وهذه معضلة كبيرة وقعت في اوروبا عند الفلاسفة هل الوعي مرتبط بالمادة يعني صادر عن المادة ام هو مستقل ومندمش فيها اذا الرأي الغنوصي الشرقي يقول ان الوعي مستقل عن المادة يعني عندما لا تكون المادة يكون هناك وعي هذا اللي يطلق عليه مباعد الأديان ما يسمى بالنفس او ما يسمى بالروح وهذه يزدى مشكلة كبيرة في مثلة مثلا ظهور الكون الفكرة الغنوصي الشرقي يقول لك في العدم كان وعي وهذا الوعي هو اللي اوقع ظهور المادة وعندما ظهرت المادة ظهر هذا الوعي من خلال هذه المادة وقتها تموت المادة الوعي هذا يبقى موجود يعني بالنسبة لنظراتهم الانسان وقته يموت يوعي بنفسه اللي هو مين ومن هنا جاءت الفكرة الهندوكية ما يسمى بالتناسخ يقول لك الجسم عندما يموت الوعي متاعه يرجع في حيوان آخر وإلا يرجع في ما يسمى طبقة اجتماعية كإنسان أو يرجع في نابات أو يرجع في حجر وذاته نحكي وعليه عندما نتكلمه على التناسخ عند الهندوكيين بينما مثلا البوذية تقول لك الوعي هذا كيموت الانسان يتشتت هو موجود ولكن يتشتت هو يتجمع في المادة ويصبح شخصية قايمة بذاتها مثلا أنا كريم الوعي متاعي جمعته في جسمي المادني من يوم المولاد عندما أموت يتشتت في المواليد اللي بشتوله بعده يعني نجب شوية من وعي يجي في إنسان شوية من وعي يجي في إنسان آخر شوية من وعي يجي في إنسان آخر أو يجي في نبتة أو يجي في حيوان أو يجي في أي حاجة أخرى إذن هذه فكرة جدا مهمة إن الغنوصية الشرقية تؤمن بأن الوعي مستقل عن المادة بينما الغنوصية الغربية لا تؤمن بأن الوعي هو صادر عن المادة يعني عندما لا تكون هناك مادة ليس هناك وعي وطبعا يستدلوا إن الإنسان وقتها يرقد ما يتذكرش شنو فما وشنو عمل حتى يقوم وقت يقوم من نوم وقتها يتذكر ووقتها يعي اللي هو حلم كما قامش ما هوش بش يتذكر حد شيء إذن بالنسبة لهم إن الوعي هو عبارة على ظل المادة يعني عندما لا تكون مادة لا يكون وعي هذه نقطة مهمة وهذه المواضيع نعود ونرجع لهم بالتفاصيل ويمكن ناخذ كل النقطة وحدها ونحاول بش نفهمها إذن هذه مسألة جدا مهمة من بين الرأي الشرقي والرأي الغربي في مسألة الوعي يعني بالنسبة للإنسان الشرقي الإنسان كيموت الوعي يمتعه يبقى موجود بعضهم يقول لك يبقى موجود حتى يوم البعض كما الديانة السماوية بعضهم يقولوا لا فمتى يتناسخ في موجودات أخرى بعضهم يقولوا يتشتت بعضهم يقولوا يقعد يستنى حتى البشرية تصل باشترجعه المهم يختلفوا في هذه المثال بينما الغنوصية الغربية تقول لك إن الوعي هو ينتقل من إنسان الإنسان أذكر ليش في الغنوصية الغربية يقول لك الإنسان الذي لا ينجب ولد ينتهي خلاص كان ما عندك شو لد بشي نقلوا الجينات انتاعك احنا تقول بالعلم نقولوا جينات وما يقولوا بالوعي يعني تنتهي وذا يزد تونتكلم عني المثالة الثانية هي ما يسمى الحقيقة أو المعرفة بالنسبة للغنوصية الشرقية الحقيقة والمعرفة يجب أن تبحث عنها بالإحساس ما يسمى بالسكون لأنهم يقولوا أن الوعي كان في حالة سكون ثم تحرك فأوجد المادة وظهر من خلال المادة إذن لكي تحصل على المعرفة أو الحكمة يجبك أن تكون في حالة سكون كحالة العدم هذك عليش نلقاه مثلا ما يسمى في الشرق الأقصى يعني ولا في البوذية ولا غيرها ديما يتكلموا حول ما يسمى الرياضة الروحية والسكون وعدم الحركة وعدم التفكير وغيرها من الأمور اللي يقول لك بالطريقة هذك نستوعب المعرفة لأن بالنسبة لهم هو ما عندهم كل المعارف موجودة في العدم وظهر إذن لو نرجعوا لحالة السكون هذي نحصلوا على الأصل هذا هو المنطق متاح بينما الغنوصية الغربية يقول لك لا يجب البحث في المادة علاش على خطر يقول لك نحن داخل منظومة مادية لا يمكن أن نفهم العدم كما هو وإنما من خلال المنظومة اللي نحن موجودين فيها وقتا نفهموها مليح نجمو نستوعبو العدم شفت الفرق من بيناتهم إذن الغنوصية الغربية عن مقول الغربية إفريقيا هي معنطل في الأصل ولكن كما تدخل معها أوروبا ما يسمى بالفكر المادي والصراع من بين الشرق والغرب عنده عشرات معنطل الآلاف من السنين فامتوا ذاتهم نذكروه في بقية الفيديو كيفاش معنطل الصراع الفارسي البيزنطي حتى لتوا حتى لتوا ومنطقة الشرق الأوسط هي نقطة الصراع وهذا زدت دون نتكلم عنه إذن الفرق من بيناتهم إن الغنوصية الغربية ترى إن المعرفة والحقيقة تبحث في المادة لآخر يقول لك لا تبحث في السكون أو في العدم المثلة الثالثة المهمة الفرق من بين الغنوصية الشرقية والغربية الغنوصية الشرقية تؤمن بالواحد يعني بالنسبة لها فهمت لازم ديما فما واحد يحكم واحد الفوق يعني تؤمن بالطبقية فهمت يعني طبقة 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 هذاك عليش نلقاو في الهندوقية طبقة المنبوذين طبقة الرهبان طبقة السياسيين أو العسكر فهمت وطبقة الحكام وهذا يزدى نلقاوه حتى معنا اللي يتأثروا بالفكر الغنوصي منتع الشرق نلقاهم يؤمنوا بالطبقية ومن هنا جاء فكرة الامبريالية وما يسمى الفكرة الآرية اللي منبعز عودة ظهرة في اليهودية شعب الله المختار اللي يحكم في العالم أو الآريين هما اللي يحكموا في العالم لأنهم يؤمنوا بالطبقية بينما الغنوصية الغربية لا تؤمن بالفرد بالوحدة لا تؤمن بالقيادة أي النجم نقوله نوعا ما الاستقلالية لأن تعتبر كل شيء في الكون هو وحدة قائمة بذاتها والتعامل والتعامل من بيناتهم يجب يكون على حسب المصلحة الفردية التي هي في الحقيقة تحقق ما يسمى بالمصلحة الجماعية بينما في الشرق يقول لك المصلحة الجماعية هي الأساس قبل مصلحة الفرد في الغرب يقول لك لا مصلحة الفرد قبل مصلحة المجموعة يعني هذا فرق زادة كبير رأيه الفكر الأوروبي الفكر الأوروبي الموجود هو فكر مبني على ما يسمى الغنوصية الغربية وهذا الكل نزيد نعرفه بالتفاصيل غير هنا حبيت نوضح لكم بعض النقطة المسألة الأخرى هو ما يسمى بالكمال الغنوصية الشرقية تؤمن بالمثلث اللي النقطة متاعه هابطلوتا شفتوا معمتها المثلث فما مثلث يبدأ تطالع الفوق ومثلث يبدأ هابطلوتا كما نجمة داود هذا هو الفرق من بناتهم الغنوصية الشرقية تؤمن بالمثلث اللي النقطة متاعه هابطلوتا يعني شنو يقول يقول نحن نستوعب كل الكون وتشوفو يعني في التصوير كيفاش يعني نستوعب كل الكون نحو نقطة النقطة هذيك قد يكون إنسان اللي من بعد جاءت فكرة النبي أو شعب كيما شعب الله المختار أو الشعب الآري وهو اللي يحكم في البقية إذن ما يسمى يؤمن بفكرة النزول بينما الغنوصية الغربية تؤمن بفكرة السمو وهذاك علاش نلقى المثلث النقطة متاعه نحو الفوق ومن هنا جاء الأهرامات الأهرامات هي الرمز غنوصي للفكر الغنوصي الغربي كما قلت لكم راه أفريقيا وأوروبا تسمى نوع واحد فكر واحد هذه مع أنت نقطة ياسر مهمة وتشوفه في التصوير مع أنت المثلث كيفاش أما بالنسبة للفرق في مسألة ما هي أهم العناصر بالنسبة للشرق العناصر المهمة مع أنت اللي جاء منها العالم هي النار والهواء صحيح هما يؤمنون بالعناصر الأربعة النار والهواء والتراب والماء ولكن بالنسبة للغنوصية الشرقية ترى أن النار والهواء هما الأساس بينما الغنوصية الغربية ترى الأساس هو التراب والماء يمكن أن تصحها على خطر لو تجوا تشوفوا الفرق من بيناتهم أن أنا حسب رأيي أنا وحسب حكيت مع هادم وهادم أن كل واحد ينظر من جهة معينة ومن وجهة نظر معينة يعني في الحقيقة الغنوصي الغربي ينظر للعالم الخارجي بينما الغنوصي الشرقي ينظر للعالم الداخلي وأنا بالنسبة لي الزوصحاح فهمت أو كل واحد عنده وجهة نظر ويمكن مع أنت يمكن يكونوا زوصحاح كما قلت لكم يمكن زوصغر على الطير أنا نحب ننقللكم المسألة كما هي هذا يبصفة عامة نقطة ياسر مهمة مع أنت مشتخذوها بأي الاعتبار الفرق من ما يسمى الغنوصية الشرقية والغنوصية الغربية وكما قلت لكم كل واحدة من هذه الغنوصيات جابت فكر وكل الإجيولوجيات وكل الأجياد اللي موجودة الآن في العالم تمبه من هذه الغنوصية لكن السؤال اللي يترح هل الغنوصية أصلها شرقي أم أصلها غربي أم ظهرت في الشرق وفي الغرب أو ظهرت في الغرب ثم انتقلت إلى الشرق وأخذت وجهة نظر أخرى كل واحد إيش يقول وأنا نعطيكم كل الاحتمالات ثم اللي يقول لك مثلا اللي الغنوصية ظهرت في أمريكا ثم عندما وقع ما يسمى دمار في أمريكا قبل التاريخ انتقلت إلى ما يسمى آسيا وإفريقيا وهناك ظهرت نوعين من الغنوصية واحدة في الشرق واحدة في الغرب وهناك من يقول لك هبوط الإنسان من الجنة اللي كان فيها هو هبوطه من أمريكا نحو ما يسمى آسيا وإفريقيا فما يقول لك لا كانت هناك غنوصية موجودة في الغرب واتدمرت ولا وقع لها مصيبة وانتقلت إلى الشرق وأخذت شكل آخر فما لي قلت لا ظهرت في الشرق ثم انتقلت إلى الغرب أحنا مهمناش في هذه الأمور الكل راه حبيت هنا نقول حاجة رأو ساعات الحقيقة تكون كذبة ثم كذبات تبنت عليهم حضارات طب كما مثلا الأدية كذبات وقامت عليهم دول حروب والدنيا تحرب أو جي مثلا شعب من الشعوب ينسب روحه الشخصية معينة ويخلق روحه مع هيلمان ويعمل بثورات ويغير التاريخ إذن الكذبة وقت نصدقها رأي تولي حقيقة إذن هذي صحيح مش صحيح هذي أمور أخرى نحن ننظر للواقع متاعنا الحقيقة اللي موجودة تبنت على كذبة ما تبنتش على كذبة هذي كأمور أخرى نحن شنو نجمو نستفيدو من التاريخ نستفيدو من التاريخ إنما نخلقش تاريخ للأشخاص اللي بعدنا مبني على كذبة لازمنا نقحوا التاريخ ونحلوه منطقيا ونحطوه على حسب العلم والمعرفة وبشوية بالشوية على يعني الكذبة يمكن وقعت قبل عشرة آلاف سنة فمت يعني ساعات زوز يعني طرق عندما يفترقوا بعد مسافة طويلة واللي وبعدها على بعضهم آلاف الكيلومترات رغم اللي الخلاف متاعهم في اللول كان بسيط جدا ولكن الوقت يخليهم يبتعدوا نحن نحب الفجوة هذه من بين البشرية نحب نحن نحن نعرف هناك ظلم للسود هناك ظلم للمرأة هناك ظلم لعدة شعوب نحن لازم نحاول نقلل هذا الفرق بش يمكن بعد مئة ألف سنة الفوارق هذي تتنحى يعني الفوارق هذي ما تتنحى في يوم ولي لا يعني الإنسان توا بش يولي ما عادش عنصري وما عادش يغزر للجنس مثلا الأسود إنه لا يصلح لشي يحتاج مئات من السنين المرأة لكي تصبح مثل الرجل تحتاج مئات من السنين هل عنا العزيمة والإرادة إن النحي هذه الفوارق وكيف نعمل بش النحي هذه الفوارق هذه هي النقطة المهمة جدا وهنا نحب نختم هذه الفيديو حول لماذا الغنوسية سوى الشرقية سوى الغربية لا تستعمل الكتابة أنتم تعرفون هم لعبة تعرفوها إنه واحد يأتي يقول لها واحد كلمة من بعد ذاك يقولها الوحد آخر من بعد ذاك يقولها الوحد آخر من بعد ذاك يقولها الوحد آخر بعد عشرة أشخاص أو مئات شخص نلقو فكرة أخرى على هذا كتعتمد الغنوسية لو أنا أخذت ورقة وكتبت فيها كلمة وعطيتها آخر ومبعد يعطيتها آخر وما بعد الزا fraud ومبعد آخر الكلمة هذه بعد مئات شخص نلقاها نفسها ما تطورتش هي بيتها كان كتبت مثلا سماء حطيتها فكرة وقلب égal بعد مئات واحد نلقاه السماء كما مش بش بينام الغنوسية لا لك لو تمس ضد الكتابة ما يتقل لك المعرفة ما لازمش تكون كان في الكتابة يعني خاصة ما يسمى بالمعرفة الحسية كنجي أنا نقول لواحد سماه ونقول لكلام اللي سمعته اللي بعدك اللي بعدك اللي بعدك يمكن بعد مئة واحد نلقاها جملة ولنلقاها قصيدة أصلاً وهذا هو ما يسمى علم الجفر أو ما يسمى بالكبال عن الهود إذن هذه الأمور كل أنا أعطيتكم مقدمة لراه فما فرق شاسع كما موجود بالمرأة والراجل اليوم لازمنا نستعرفوا إحنا نقولوا المرأة كما الراجل لا الحقيقة الواقع لا ونقولوا إحنا طوما نشع عنصريين الشعوب الكل كيف لا فما شعوب مظلومة فما شعوب ما يقدر حقها أكثر من لازم نفس الشي نفس الشي يعني هذا هو الظلم الموجود إذن لازمنا نحيو هذه الفوارع فما حقائق موجودة على الواقع صحيح أنا نقول أنا ما نشع عنصري وانتو ما اللي تسمعوا فيها طوما نجيوا واحد منهم نقولوا أي عرص بواحد أسود يقول لك لا نجيب أولادي السود يعني شفت العنصرية موجودة في دخلنا في دخلنا موجودة علش على خاطر السيستام أو المنظومة البشرية القانونية اللي توجد قبل عشرة آلاف سنة هي منظومة يمكن كانت تصلح في ذلك الوقت لكن الآن احنا وصلنا إلى مرحلة لازمنا نتخلص من هذه الفوارع ونحاولو نخدمو باش نصلحو لولادنا وولاد ولادنا وولاد ولادنا حتى بعد يمكن مئتن سنة مئتين سنة ألف سنة البشرية كل واحد ياخذ الحق متاعو هادش حابيت نقول حاول الغنوصية طبعا هذه الفيديو عملتها مزروب روحت من الخدمة طوى وما حابيت خليكم بلاش فيديو ولكن نهار السبت أو نهار لحد نتكلموا على المعتقدات الفيديو كدين موجود طوى وناخدوا فكر عليه ونبدأ نتقدموا في الهديان حتى نوصلوا للإسلام شكرا على المتابعة متاعكم وشكرا على التعليقات متاعكم وشكرا على توزيعكم الفيديو ومع فيديو قادم وبسلام موسيقى 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 موسيقى